هو انا ينفع استرجع تسجيل المكالمات المحزوفة في الهاتف بدون برامج ايوه ينفع؟ ده مضوح حلقنا النهاردة فتابع معي الشرح ده للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناة قناة ياسمين عشور نارضة كده هقولك ازاي بكل سهولة نسترجع تسجيل المكالمات اللي انا حزفتها على الموبايل بدون ما اقولك استخدم بقى برامج والكلام ده لان الموضوع ده بيبقى دايقنا جدا ان نستخدم برامج نية سترجع لنا الحاجات دي بتبقى كلها برامج فيك وكده فيا رد بقى قبل ما ابدأ شرح النهاردة وتعمل لايك الفيديو ده ولقل ما هتشوف قناتي تعمل اشتراك في القناة ويلا بينا هتقولي الموبايل بتاعك نوع ايه هقولك الموبايل بتاعي نوع اندرويد يلا بينا كده نروح مع بعض على كلمة الهاتف عندك على الموبايل بابدأ نضغط عليه وجهة الاتصال طبعا ما اكشد عبر الموضوع ده ده النمط بتاعي مبدأنا نضغط على التلات نقاط دول وبعدين الضبط طبعا احنا كلنا بنعمل تسجيل المكالمات بنضغط كده على تسجيل المكالمات من هنا اه طبعا هنا عندك المكالمات المسجلة بضغط عليها طبعا دي بتبقى المكالمات المسجلة اللي احنا عملنا لها تسجيل زي ما انتم شايفين المكالمات المسجلة لو ضغطنا عليها بنلاقي كل مكالمات المسجلة يلا بينا نحزف المكالمات دي كده نحذف مع بعض المكالمات دي كلها وأبدأ أضغط على حسف تمام؟ أنا حذفتها وبقت فاضيا عندي ولنرد ونرد وندخل تاني المكالمات المسجلة تاني بأن نشاهد أنه ليسه الن Alo تعطي ali 3 نقاط الغرady الأخير الطهر وهنا منجب سلة المحذفات سلة المحذفات كل المكالمات unpacked حسف موجودة في سلة المحذف كما هل تلا사ينما صنع اي مكالمة انا عملت لها حسفي بلقيها موجودة في سلة المحزوفات طيب في حالة ان انا عاوز احزف منهم حاجة واسيب حاجة بنضغط على كلمة تعديل بابدأ ان انا احزف الحاجة اللي انا عاوزها وابضغط على كلمة حسف لو انا عاوز استرجاعها كلها بضغط وابعملهم كلهم كده بحدد تم التحديد وبعمل استعادة للكل بترجع معي بكل سهولة طيب انا ما عنديش سلة المحزوفات دي اعمل ايه بتقدر ان انت ترجع كده وتعمل كلمة الضبط تمام ومن هنا بتعمل سلة المحزوفات بتفتح الخيار ده لان سلة المحزوفات ممكن تكون عندك موجودة بس انت قافل خيار ده كل ما عليك بتضغط على كلمة الضبط وبتروح على سلة المحزوفات وتعملها فتحه بس كده كل اي مكالمة انت بتعملها حسفي بتلاقيها موجودة في السجل المكالمة المحزوفة عندك اي سؤال او اسفたい اكتب لي فالتعلاقات انا برض على كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته